كما شدد رئيس السيسي على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحضر واليقظة التامة من أجل تحقيق الأمن والأمان لأهل سيناء وأكد رئيس السيسي أن التواصل بين الجيش ومؤسسات الدولة وأهالي وشيوخ سيناء ثقافة يجب أن تتواصل وتستمر أرجو أن تنتبهوا للناس بتاعكم وأمنهم وسببتهم الحذر مستمر والحرص مستمر من كل الأجهزة وأبداً أبداً لا تغمض عين لا تغمض عين ولا جفن اوقعوا وتتطمنوا وتقولوا لا لا ما فيش اطمئنان أبداً غير أن احنا دايماً عينينا منتبهين لكل حاجة ومعنا أبناء سيناء أهلنا ينتبهوا معنا ما تسكتوش على حد لما ما قدرناش نعمل قبل كده في 2006 و7 و8 و9 اتعامل لما سكتنا لما سكتنا شفتوا اللي حصل فينا ما تسكتش والنهاردة انك تتعاون في انك انت تقول خلي بالكم الابننا ده متلغبط احنا مش حنضيعه لا بالعكس حنحاون نشوف حل معاه ونعالجه ونفهمه وكده لكن ما نسكتش أبداً على حاجة زي كده لان زي ما انتو شفتوا كده احنا عدنا عشر سنين يعني مش عايزين ننسى مش عايزين ننسى الايام المقلمة اللي كانت بتمر علينا موسيقى